في سفر الخروج إصحاح 2 أي 24 فسمع الله أنينهم فتذكر الله مساقه مع إبراهيم وإصحاق وعقوب ما المقصود فتذكر الله هل ينص الله الله لما بيكلمنا بيكلمنا بلغتنا لما بيكلمنا بيكلمنا بلغتنا عشان كده لما ييجي كلمنا بلغتنا بيفهمنا بحسب إحنا اللي بنعرف لكن الله الماضي والحاضر والمستقبل كائم أمامه بس عشان يورينا إن بدأ يشتغل يقول نزلت لأخلصهم يا ما سمع أمنينهم وإيه نزلت ليه وهو ما كانش تحت ده ما لي كل مكان ولا يخلو منه ما كان ودود النبي لما جه يتكلم عنه بالروح قال له إن صعدت إلى السماء فأنت هناك وإن هبطت إلى الهوية فأنت هناك وإن ذهبت إلى أقاص الأرض يدك ويمينك تمسكني يعني هتقدل توصلي يعني إيه يعني إنت مالي كل مكان ولا يخلو منك مكان إنت مالي كل مكان ولا يخلو منك مكان لكن علشان ربنا يفهمنا في بيك أهلمنا بلغتنا وإحنا ساعات بنكلم ربنا بلغتنا يعني واحد مرة كان تعبان أبوه وبعدين بيقوله ربنا يخليك يا رب شفي لأبوه بيتكلم بلغة تفتكر ربنا يزعل منه لا يعني ربنا يخليك هو هيموت تاني ولا هيحصل إيه فدايما إحنا بنتكلم باللغة بتاعتنا بنتكلم باللغة بتاعتنا فربنا بيخطبنا بلغتنا لما يقول حزن ربنا لما يقول تذكر ربنا لما ربنا يقول لك فالأمور دي اللغة بتاعتنا اللي بتكلمنا لكن هو الله كل شيء كائن أمامه الماضي والحاضر والمستقبل